هي ريتا و انا رومي قبل ما تكملوا شتركوا هلا بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب و ما تنسوا شغلوا الجرس هلا انا ضعت مين رومي و مين ريتا هي ريتا و انا رومي كتير حلو رجاءوا عيدوا مين رومي و مين ريتا هي ريتا و انا رومي هلا عن جد انا ريتا و هي رومي انت ريتا و هي رومي الناس كيف تفرق بيناتكم بالشمية بالشمية انا شايف انت عندك شمية و رومي عندها شمية بيناتكم عندكم شمية شو عم بتعملي عم بتشوف عم بتشليها عم بتعملي في ضرب كمان ها هي ليه حطيطية بشي أنا ضيع قد بيضيعوا فيكن الناس قد بيضيعوا فيكن الناس كدير المامة و البابا ب يضيعوا فيكن تمامработك ابدا بتعملوا ضروبي بالمعلمات كمان كدير كدير شو بتعملوا خبري الميكرو معاك كلا خي شو بتعملوا بالمعلمات في مرة أنا كنت مقاصصة برا أنا رحت على سألتها للمعلمة إذا في روح على التويلات ما خلتني بعد شوية راحت أخت سألتها للمعلمة إذا فيها تفوت على التويلات سمحت لا كل واحد كان لابس كنزة أخت أخذت كنزتي وقفت محلي وأنا أخذت كنزتها راحت أنا على التويلات ورجعت بدأنا أرجع الكنزة في روح على الصف طبعا لمعلمة ما عرفت وبتعملوا ضروب بالشباب لا ما بتعملوا ضروب بالشباب لا ما بتعملوا ضروب بالشباب لا ما بتعفو تيراز ساف والدتا لأريتا ورومي مساء الخير أمتنا الأم بتقدر تميز بين أولادة يعني بأي عمر أني أول ما بيخلقوا بتقدر ضغرة ميزة لما بكونوا يعني فريس جمو متطابقين هلا عم بحكي عن حالي أنا ضغرة ميزة يعني إذا بكون بقودة وهنا بقودة إذا بكيت بنت كنت قل له مثلا رومي عم تبكي اللي شعرها فيك يوصل اللي إيرومي عم تبكي يعني لدرجة أنك تقدر ميز أنا وبعيدة عنهم من اللي مزعوج يعني مرات بتكون نايم توعي على بكي نعم دغرة بقول ريتا عم تبكي يعني بوصل بلاقي ريتا عم تبكي عطول في عندي هيدا الأحساس بعرفهم دغرة من بعضهم الضغط تخليكي مثلا تأسري مع حدا تعطي اهتمام أكتر لبنت أكتر من الثاني يمكن تنسي بعض الأمور لأنه اليوم الأم بولد واحد والله يعينها ايه قصرت مع جو مع جو مع خيو مع جو أكتر شي نعم لأنه كنا نوصل لمطرح يجي يقول لي مام أنا بدي أكل بعد ما أكلت يعني جو كان عمره سنتين ونوص توصل الساعة 11 أيام انسى أنه أنا في ولد لازم يأكل معي لأنه كنت على طول بدي أركض لحيء عليهم يعني ما تتخيل بس في كل اتنين ما فيك تتخيل الله يخلي لكيهون لأروع القصص اشتركوا هلأ بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب